بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية أقسام المد المد الأصلي أولا المد قسمان أصلي ويسمى طبيعي أيضا وفرعي وله أحكام والنبدأ بالنوع الأول منه وهو المد الأصلي وتعريفه إذا لم يأتي بعده همز أو سكون وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به مثل قال يقول قيل فهذه الحروف الثلاثة كما أسلفنا في المحاضرة الماضية الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها ولم يأتي بعد هذه الحروف الثلاثة همز أو سكون وسمي هذا المد أصليا لأنه أصل المد كما سمي طبيعيا لأن طبيعة الإنسان مجبولة على النطق به أو لا يمكن أن يلفظ الحرف إلا مع المد وهذا المد الطبيعي مجبول عليه كل إنسان حتى الأطفال الصغار فلذلك لا نبذل جهدا كبيرا بتعليمه لأبنائنا لأنه طبيعي فطري إلا من شذ عن ذلك فنقوم بتعليمه وقد اجتمعت هذه الحروف الثلاثة بشروطها في كلمة في القرآن الكريم هي قوله نوحيها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها الألف الساكنة البفتوح ما قبلها هذا المد الطبيعي الأصلي له ملحقات أربعة سنتكلم حول ملحقاته بالتفصيل واحد الصلة الصغرى وذلك عند هاء الضمير إذا جاءنا هاء الضمير متحركا بين متحركين وليس بعده همز كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة فهاء الضمير هنا مضمومة وما قبلها أيضا مضموم وما بعدها مكسور وليس بعدها همز كما رأينا إذن هذه الصلة الصغرى ولا تكون كما أسلفنا إلا بعد ضم أو كسر ولا تكون بعد فتح ثانيا مد التمكين وذلك عند توالي الياءات فتأتينا ياء مشددة وأصلها ياءان المشددة وبعد الياء المشددة ياء ساكنة فلكي نتمكن من نطق الياء الأولى المشددة لا بد من مد بعدها ويسمى مد التمكين وقد ورد في عدد من ألفاظ القرآن الكريم منها قوله تعالى النبيين ومنها قوله تعالى عليين ومنها ربانيين وقس على ذلك ثالثا مد العوض وذلك عند الوقوف على تنوين الفتح ومعلوم أن تنوين الضم والكسر نقف عليه بالسكون ولا إشكال في ذلك إلا أن تنوين الفتح لا نقف عليه بالفتح وإنما نقف عليه بالإسكان ويتولد عن هذا الإسكان أن يأتي ألف ساكنة وقبلها فتح وهذا هو المد الطبيعي ولكن نسميه تمييزا له عن الطبيعي الأصلي مد عوض والنوع الرابع من أنواع المدود الملحقة بالمد الطبيعي الأصلي مد البدل وذلك عند اجتماع همزتين في أول الكلمة أولاهما متحركة والثانية ساكنة والقاعدة تقول نحذف الهمزة الساكنة ونبدلها بحرف مد من جنس حركة الأولى كما في قوله آمنوا أوتوا فقوله آمنوا أصلها أأمنوا همزة مفتوحة ثم ثانية ساكنة فحذفنا الساكنة الثانية وأبدلناها حرف مد من جنس حركة الأولى وهو الألف فصارت آمنوا وكذلك أوتوا أصلها أوتوا همزة مضمومة وبعدها همزة ساكنة حذفت الثانية وأبدلناها حرف مد من جنس حركة الأولى وهو الواو فصارت أوتوا هذه المدود وعلى الأخص البدل عند حفص يمد بمقدار حركتين فهو من زمرة الطبيعي وشاهدوا هذه المدود الأصلية وتوابعها من التحفة قوله والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون إذن معنى قوله في البيت الأخير أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون أي أن يأتي حرف المد وليس بعده همز ولا سكون فيسمى عند ذلك طبيعيا كما يسمى أصليا والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة